بدأ التعامل مع المستقلين بالبرلمان العراقي يعني أكو خطوات باتجاههم أنه أنتم اذهبوا لتشكيل الحكومة وأحنا سندعمكم أنتم لماذا لا تفتحون خطوط مع هذه الجبهة؟ مؤمنين أنه هناك مستقلين ممكن أن تكون جزء من أدواتكم الفاعلة أدواتكم الفاعلة في البرلمان العراقي؟ أحنا الحقيقة شوف فس البعض يعتبرنا يعني نظرتنا بها نوع من التشدد لا شوف الرحم الفاسد ما ينتج إلا فساد أستاذ نجيم القوة التي دعت أنها تمثل تشرين الحقيقة هي قوة الالتفاف أنا سميها وليس قوة الاستقلال وهم يعرفوا ذلك وأحنا نعرف ذلك لأن أحنا الآن ينطبق علينا قول الشاعر نفيت واستوطن الأغراب وفي وطن نعم حقيقة نحن هسا طلعنا ما صارنا عشرين سنة وثلاثين سنة هاي العام طلعنا لأنه طلعنا لعدة أسباب منها دراسية ومنها سياسية ومنها يعني أمنية أقول هؤلاء قوة الالتفاف اللي التفت على تشرين مو بس هما كثيرا تستخدموا مناصب مستشارين يام الكاظم وغيرها طبعا هاي قوة الالتفاف هم ما يخالف احنا عذرناها قلناها لم يخالف راحها صارت في البرلمان بس النوب صارت قوة المزايدات الآن تعرف الأنباء اللي تجينا المؤكدة أنه يزايدون كل جلسة يحضروها تعرف الأرقام وين توصل هذه خسة شا سألت بالأموال يعني انت مو دكتور على ساس وكذا وعندك 40 صيدلية شل لك بها الاموال يعني عندك يتشي شعور بالنقص يعني لا يجوز يا أخي لا يجوز مو بعدين تتحاسب ممكن حتى الفلوس لخدته من برة والدعم الدولي ترى كلها مسجل بالوصولات فهذولا أنا أسميهم الآن قوة الارتداد شوف شمرة صارت قوة الالتفاف انتفض قوة المزايدات الآن قوة الارتداد قاموا يرتدون حتى على الجهات اللي جابتهم هما ما كون هنا عنوان مستقلي يمكن اثنين أنا رصادتهم وعرفهم شخصية وما رد اذكر اسمهم احترامي لهم اثنين أو ثلاثة فعلا لم يأتوا من خلال الأحزاب والتوازنات اللي صارت في الانتخابات هاي حقيقة أنا من أول يوم أسقطت مفهوم الاستقلال والمستقلين في هذه الانتخابات فلو كانوا فعلا مستقلين بالعكس كان احنا دعمناهم كان على قلها جزء من الشارع ما أقول كل الشارع نستطيع أن يحركب اتجاههم ويكون قوة ضاغطة وراح تقول لي كيف هؤلاء مو مستقلين وهم جايين باسم تشرين راح أقول لك لو صدق هما جايين باسم تشرين كان حركوا الشارع إذا يقدرون مو حقي أنا يعني كل نائب من عدم أربعين واحد قد مئة ألف يعني أربع ملايين ما يقدرين تزلفت خمسمائة ألف بالشارع أستاذ نجيم يضغط على قوة السياسية يقلب الدنيا تقدرون أنتو تحركون الشارع الآن لا أقول لك نستطيع أن نحرك بالحجم اللي ببالك ولكن نستطيع أن نحرك أدوات الشارع التي ممكن أن تسعى باتجاه أن تخلق ضاغط شعبي مهم إذن أنتم تحتاجون إلى المظلة الدولية نعم المظلة الدولية مهمة لإسقاط شرعية هذا النظام القائم نظام القتل والاستبداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر